في أوائل التسعينات الرأي العام في البرازيل كان مقلوب على الولايات المتحدة وده بعد ما تم رفع السرية عن تقرير أمريكي سري بيكشف إن الحكومة الأمريكية كانت بتستهدف خفض نمو السكاني في البلد من خلال دعم عمليات التعقيم الجراحي للرجالة والستات بحيث ما يخلفوش تاني البلد كانت بتغلي والناس عاوزة تعرف الحقيقة خصوصاً بعد ما صحف محلية كبيرة زي جورنال دي برازيليا وجورنال دو برازيل عمل لجنة تحقيق مشتركة بتضم كل الأحزاب ووزارة الصحة البرازيلية هي كمان عمل التحقيق حكومي والنتايج كانت صادمة للجميع اتضح إن ما يقرب من نص النساء البرازيليات تم إجراء عمليات تعقيم لهم في حين إن عمليات تعقيم الرجالة اللي كانت صفر في منتصف التمانينات زادت بسرعة الصاروخ في سنين قليلة اللي حصل في البرازيل ده الأمريكان كانوا مخططين إنه يحصل في 12 دولة تانية من ضمنهم دولة عربية وقبل ما ادمغك توديك بعيد فخلينا أقول لك إن إحنا هنا ما بنتكلمش على نظرية مؤامرة إحنا بنتكلم على وقاقة حصلت بتدلل عليها وثائق رسمية موجودة في السجلات الرسمية للحكومة الأمريكية أي حد فيكم يقدر يطلع عليها الوثائق دي بعضكم يمكن عمره ما سمع عنها قبل كده ولا يعرف بوجودها ولكن ده مش معناه إن الوثائق دي مش موجودة أو إن الوقاعة دي ما حصلتش وأهم الوثائق دي هي المذكرة الصدرة عن مجلس الأمن القوم الأمريكي سنة 1974 تحت عنوان مذكرة دراسة الأمن القوم 200 والمشهورة جدا باسم NSSM 200 المذكرة دي مكونة من 198 صفحة وفضلت سنين طويلة مصنفة تحت بند سر للغاية وسر أهميتها بيكمن في إنه تم إعدادها بناء على طلب مباشر من رئيس الولايات المتحدة واللي أشرف على إعدادها هو هنري كيسنجر عراب السياسة الأمريكية بنفسه إيه بقى هي حكاية مذكرة NSSM 200 إيه هو سر أهميتها وماكبن خطورتها وللمذكرة دي اتصنفت تحت بند سري للغاية وإيه هي وجهة نظر الأمريكان في ضرورة تقليل عدد السكان في الدول النامية زي البرازيل من الآخر كده الأمريكان عاوزين يقللوا سكان دول تانية ليه وإيه علاقة ده بالصراع على موارد الكوكب وإزاي لولايات المتحدة ربطت المساعدات التنموية ببرامج الإجهاض والتعقيم والسؤال الأهم بقى إيه اللي حصل في البرازيل؟ إزاي تم تعقيم جزء كبير من الشعب ده في لمح البصر ومن غير محد يحس ده جزء من اللي حدردش فيه مع بعض في حلقة النهاردة أنا أشرف إبراهيم المخبر الاقتصادي بلس في سنة 1974 الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون طلب من مستشاره للأمن القوم هينر كيسنجر إن يعمل تحليل لمشكلة الزيادة السكانية على مستوى العالم وإزاي ارتفاع عدد السكان خصوصاً في البلدان النامية والفقيرة ممكن يأثر على الأمن القوم الأمريكي وطلب منه إنه يقترح إزاي ممكن أمريكا تتعامل مع المشكلة دي ويقدم له استنتاجاته في تقرير سر كيسنجر ما كدبش خبر وفي 24 إبريل سنة 1974 بعت التوجيه الموجود قدامكم على الشاشة ده National Security Study Memorandum 200 أو مذكرة دراست الأمن القومي 200 في التوجيه ده كيسنجر بيخاطب وزير الدفاع الأمريكي ووزير الزراعة ومدير CIA ونائب وزير الخارجية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبيقول لهم فيه الرئيس يا جماعة طلب إننا نعمله دراسة عن تداعيات النمو السكان العالمي على أمن الولايات المتحدة ومصالحها الخارجية المحترمين دول قعدوا تقريباً سبع شهور يعملوا الدراسة اللي تصنافت على إنها مذاكرة سرية أو confidential وقدموها للرئيس والمجلس الأمن القومي سنة 1974 وخلينا اديك ملخص سريع لأبرز المعلومات اللي كيسنجر عرضها في الـ NSS M20 كيسنجر بيقول في المذاكرة إن موقع معظم الاحتياطيات العالمية المعروفة من المعادن واللي بتعتمد عليها معظم المناطق الصناعية بتيجي من البلدان النامية اللي عدد سكانها بيزيد الدول النامية دي لما عدد سكانها يزيد احتياجاتها هتزيد من ناحية ومن ناحية تانية هتزيد احتمالية تعرضها للطربات سياسية واقتصادية وده لو حصل هيأثر على قدرتنا على الوصول لإحتياجاتنا من المعادن في الدول دي والمعادن أو المواد الخام بشكل عام واحتياجاتنا بتتجاوز أي حد الولايات المتحدة على حسب كلام كيسنجر في المذاكرة كانت بتضم في الوقت ده 6% من سكان العالم وفي نفس الوقت بتستهلك تلت موارد العالم يعني استهلاكها يتجاوز بكتير مواردها الخاصة وبتعتمد بشكل كبير على الموارد اللي بتقدر تحط إيدها عليها من أماكن تانية في العالم طب إيه الحل اللي بتقترحه يا عام كيسنجر لحل الوارطة دي إيه رأيك مثلا لو أمريكا ساعدت الدول اقتصادياً بحيث تقدر تحافظ على استقرارها الاقتصادي والسياسي بدون ما تضطر إنها تحجم نموها السكاني أو تتبنى سياسة سكانية متطرفة فكرة كويسة مش كده الأمريكان في المذاكرة قالوا لأ إحنا عندنا حل أسكى هيجيب من الآخر وهو إننا نخلي الناس في الدول دي تقطع الخلف أصلاً بحيث يقل عدد السكان والضغط على الموارد الطبيعية اللي الكل بيتخنق عليها يقل وبالتالي فرصة أمريكا في إنها تحصل على احتياجاتها من الموارد دي تزيد خصوصاً وإنه بعد الحرب العالمية التانية حصل تحول ديمغرافي كبير ومهم معدلات الخصوبة في الغرب قلت بالتزامن مع انخفاض معدل الوفيات في نفس الوقت على الناحية التانية معدلات الوفيات في البلدان الفائرة قلت بنسبة كبيرة بسبب تطور أساليب الطب وفي نفس الوقت معدلات الخصوبة عندهم عالية جداً بالمقارنة مع الغرب طيب برضو إيه الحل؟ هقول لك اللي كان بيقترحه كيسنجر باختصار هو أن الولايات المتحدة لازم تدعم وتروق كل أنواع البرامج اللي بتهدف للحد من النمو السكاني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في الدول النامية وده بهدف أن النمو السكان العالمي يقل بواقع 500 مليون شخص على سنة ألفية وبواقع 3 مليار بني آدم على سنة 2050 في فقرة مهمة من الفقرات الوردة في المذاكرة كيسنجر بيقول نصاً يجب أن تشمل استراتيجية الولايات المتحدة الأنشطة القادرة على إحداث اختراقات كبيرة في المشاكل الرئيسية التي تعيق تحقيق أهداف مكافحة الخصوبة على سبيل المثال أن تطوير وسائل أبسط وأكثر فعالية لمنع الحمل من خلال البحوث الطبية سيفيد جميع البلدان التي تواجه مشكلة النمو السكان المذاكرة اقترحت زيادة الإنفاق الأمريكي على الأبحاث المتعلقة بالخصوبة ووسائل منع الحمل على مدار ثلاث سنين لحد ما يوصل للإنفاق السنوي على الأبحاث دي لمية مليون دولار وفي السياق ده المذاكرة اقترحت مجالات بعينها من بينها مثلاً موانع الحمل الفموية وموانع الحمل القابلة للحق وطرق وسائل تعقيم الرجال والنساء وفي التلت الأخير خالص من المذاكرة اتكلموا عن حق الإجهاد وضرورة إيه تحته مش بس لأسباب صحية وإنما كمان لأسباب اجتماعية وفي السياق ده أشار للعبارة التالية باعتبارها حقيقة بيقول إيه بقى لم يقم أي بلد بتخفيض نمو السكاني دون اللجوء إلى الإجهاد ماشي يا عام طب مين الدول اللي عليها العين؟ أو مين هي أكتر دول؟ الولايات المتحدة شايفة إنها ضروري تحجم نموها السكاني 13 دولة وخلينا نذكرهم بنفس ترتيب ذكرهم في المذاكرة بنتكلم على الهند بينجلاديش وباكستان ونيجيريا المكسيك وإندونيسيا والبرازيل والفلبين وطايلاند ومصر وتركيا وإثيوبيا وكولومبي الدول دي بحسب المذاكرة كانت مسؤولة ساعتها عن 47% من الزيادة السكانية في العالم وسبب اختيارة 13 دولة دول بالذات بحسب كلام كيسنجر هو إن الولايات المتحدة لها مصالح سياسية واستراتيجية فيها طب فرضنا الدول دي رفض التنفيذ أي إجراءات للحد من نموها السكاني وهي غالباً هترفض أصلاً هنا بقى كيسنجر بيرد علينا من خلال سؤال خبيث وجهه للرئيس الأمريكي في المذاكرة علشان ياخده في اعتبار السؤال بيقول هل الولايات المتحدة مستعدة لترشيد أو تقليل المساعدات الغذائية للشعوب اللي هتعجز أو هترفض السيطرة على نموها السكاني؟ السؤال ده والمذكرة كلها كان المفروض نيكسون هو اللي يقراها لكنه يعينه أمه ملحقش اتورط في فضيحة ويتر جيت واضطر يستقيل ويترك منصبه في أغسطس سنة 1974 يعني قبل ثلاث شهور من انتهاء الدراسة بتاعة كيسنجر ناس كتير متخيلة إن خطة إنس أس أم تيم ماتت من قبل ما تتولب بمجرد خروج نيكسون من البيت الأبي خصوصاً وإن خليفته جيرالد فورد اعتمد سياسة سكونية تانية اسمها إنس دي أم تلتمية وربعتاشر ناشونال سيكيورتي ديسيجن مموراندم تلتمية وربعتاشر أو مذكرة قرار الأمن القومي تلتمية وربعتاشر لكن ده مش صحيح لو بسيت على القرار التنفيذي إنس دي أم تلتمية وربعتاشر الصدر في نوفمبر سنة 1975 هنلاحظ في أول فقرة اللي عبارة التالية مكتوبة إن الرئيس يدعم السياسات المقترحة في الملخص التنفيذي لمذكرة دراسة الأمن القومي إنس أس أم تيم يعني باختصار إنس دي أم تلتمية وربعتاشر كانت مجرد أمر تنفيذي من فورد للسياسات المقترحة في إنس أس أم تيم واللي كانت بتدور حوالين دعم وترويج أساليب منع الحمل بكل عشكالها من أول الحباية لحد العملية الجراحية اللي ممكن تخلي الواحد أو الواحدة يقطع الخلف للأبد والكلام هنا بالمناسبة مش عن تنظيم النسل وإنما عن الحد من النمو السكاني أو حتى تقليل عدد السكان بشكل عام المهم بقرار فورد بدأت رحلة تنفيذ اقتراحات كيسنجر في الإن أس أس أم تيم أنا قلت لكم من شوية إن الخطة كانت بتستهدف 13 دولة لكن في نفس الوقت مفيش معلومات مؤكدة عن هوية الدول اللي تم محثاها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على تبني أو تنفيذ سياسات هدفها لحد من النمو السكاني الضحية الوحيدة المؤكدة لخطة إن أس أس أم تيم بتاعت كيسنجر بحسب شواهد كتير هي البرازيل بعد 14 سنة من البدء في تنفيذها بقرار من رئيس فورد وتحديداً في يوليو سنة 1989 البيت الأبيض اضطروا إنه يرفع السرية عن مذاكرت الأمن القومي إن أس أس أم تيم بعد مطالبات ليه بالالتزام بقانون حرية المعلومات الأمريكي Freedom of Information Act لما المذاكرة تكشفت واتضح إن اسم البرازيل فيها الرأي العام في البرازيل هاج خصوصاً وإن كان فيه شواهد كتير جداً تقلق بخصوص معدل النمو السكاني في البرازيل على سبيل المثال البرازيليين من قبل رفع السرية عن المذاكرة الأمريكية كانوا ملاحظين إن فيه تراجع واضح في النمو السكاني عندهم وكان دايماً أقل من التوقعات الحكومية المهم لما الكلام كتر على الـ NSSM2 الكونجرس البرازيلي فتح تحقيق موسع برعاية 165 نايب علشان يقف على حقيقة تورط الولايات المتحدة في عنشط الحد من النمو السكاني في البرازيل وخصوصاً عمليات التعقين بحسب التحقيقات البرازيلية اتضح إن فيه انتشار ساحق وممارسات عشوائية لعمليات التعقين في البلد وده تم برعاية مجموعة متنوعة من منظماته الوكالات زي الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة والفرع البرازيلي بتاعه اللي هو الجمعية البرازيلية لرعاية الأسرة وصندوق باثفايندر الأمريكي من نظمة فاميلي هيلف وكل البرامج اللي نفذتها المنظمات دي كانت برعايته تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بحسب تصريحات وزير الصحة البرازيلي الدكتور ألسيني جويرها في مارس سنة 1991 ألسيني رمى كنبيلة على الرأي العام البرازيلي لما صرح وقال إنه تم تعقيم 20 مليون إمرأة برازيلية تعقيم السيدات دي حرم البرازيل من حوالي 30 مليون نسمة الكابسة الأكبر كشافها المسح الوطن للتركيبة السكانية اللي عملته وزارة الصحة البرازيلية سنة 1996 في المسح ده اتضح إنه تم تعقيم 44% من النساء البرازيليات اللي أعمارهم بتتروح ما بين 14 و 55 سنة خمس اللي تم تعقيمهم كان سنهم تحت 25 سنة التعقيم الجراحي ده كان بيتم من خلال عملية اسمها الي بيتم من خلالها ربط أو قطع قناة فالوب تماماً عند الست علشان تمنع انتقال البويضات للراحة وهنا ضروري ناخد بالنا العمليات دي السيدات البرازيليات كانت بتقوم بيها غالباً بشكل طوعي تماماً باختيارهم يعني دور المؤسسات اللي الحكومة اتهمتها كان بيتلخص في تسهيل العمليات دي وقتحتها وحشو دماغ الستات بفوائدها وبأضرار ومشاكل الخلفة واللي عايزينها وبالمناسبة فيه مشاهد والغطات حقيقية للعمليات دي مش عارف هنعرف نعرض بعضها ولا لأ لكن عموماً هتلاقوها في فيلم وثائقة على اليوتيوب من إنتاج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اسمه السكان التحدي والاستجابة فرجوا عليه المهم رجالة البرازيل هم كمان نبهم من الحب جانب يعني ظهرت برضو في البرازيل خلال أواخر التمانينات عمليات تعقيم للرجالة من خلال إجراء جراحي اسمه vasectomy أو قطع القناة المنوية في سنة 1984 كان عدد العمليات دي في البرازيل صفر أعلى سنة 1991 الوضع يتغير ووصل عدد الرجالة اللي عملوا استقصال للحبل المنوي في السنة لـ 489 راجل المهم البرازيليين بعد ما تشالوا وتحطوا وشتموا أمريكا واللي يجي منها رفضوا يمنعوا عمليات التعقيم تماماً وإنما قرروا تنظيمها لحد النهاردة عمليات التعقيم للرجالة والستات موجودة في البرازيل والقضاء في بعض الأحيان بيستخدمها كوسيلة لمعاقبة البعض بس يا سيدي هي دي كده قصة مذكرة NSSM 200 باختصار وحكاية البرازيل معاها وبالمناسبة اللي حابب منكم يطلع على النسخة الكاملة لمذكرة الأمن القوم الأمريكي هيلاقيها متاحة على موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لحد هنا أنا خلصت كلامي وكالعادة عندي سؤال لحضراتكم النهاردة في دول كتير في العالم بتعاني من مشكلتين عكسة بعض في دول عندها مشكلة مع النمو السكان المرتفع وفي دول تانية عندها أزمة مع انهيار معدلات الخصوضة برأيك أي واحدة فيهم هي المشكلة الأخطر هتابع إجاباتكم في التعليقات وفي النهاية يا ريت لو عجبتك الحلقة دي وحابب يشوفنا تاني اشترك في القناة واستننا في حلقات جديدة بإذن الله صلاة